كما تعملون يا امراض يا رب تكونوا خير نهاردة بالشربوت القنافة والخنافة الشربوت لو انت عملي حبس في غيرين تضع كبهة مية و كبهة سكر وتضعها على النار و قبل ما تضفى تضفى اللمان و تضفى علي أنا هنا علشان عملك المية لكي تكفيني رمضان والحلويات كثير فعملت بصرحة كيلو سكر كله و حتى تعني بقى المية المية تبقى يعني ايه زيادة سنو زواره خالص هنا بقى جبت الزبيب بجثة الهند و شوية سكر و رايز اقولك بقى لو عندي كمينس و دين يفرق قوي انا وحبها لفها كده اولا بتبقى احلى وبتبقى كمينة لو طفلة يأكلها ولا حاجة ما بيبعدلش حواليه وبتبقى على زيان بتخلصت هناك مية كلها و هنا ضفت اللمون يا بس فقيت ان انا كنتش ناس نصور يعني بضيف النمون و ايه و سبتها شوية كمان على النور يعني ارتي ايه اصيبها شوية و هنا اخذت معلقتين سمنة على معلقتين اشتة و بحطتهم كده على الوش ممكن تحطي اشتة لبن عادي او اي حيجة يعني اي اشتة عندك معلقتين سمنة او تردت معلقتين سمنة كده و خلاص بتسيحيهم وبتين بحطيهم كده على الوش و بعد كي بتدفليه و انا واقض طرعت و كنت بحط الشربوت و انا بقي الشربوت اللي اتبقى بشيلوا بقى في البرتمانوت اللي عندنا كلنا و مش عارك ان نعمل فيها ايه ولو الافكار اللي بقدمها بتعجبكم متنسوش تكتب ديك المحلوة زيكم في الكومنتات و اشوفكم على ثير في فيديو جديد و ربنا يحزن ما بين ايديكم اشتركوا في القناة